طبعاً كثير من محبي الجايمينج يبحثون عن أمور كثيرة مثل زمن الاستجابة شاشة مناسبة ومانعة للإنعكاس أداء قوي في كرت الشاشة تابعوا معاي هذا الفيديو وراح أستعرض لكم وحش الألعاب Legion 7i حياكم الله معكم طارق الجاسة في هذا الفيديو رح أتحدث عن Legion 7i اللابتوب الجديد من لينوفو وهذا اللابتوب يتميز بمواصفات جداً منافسة بالأسواق سواء من ناحية الأداء العالي جداً وأيضاً من ناحية السعر الجهاز يعتبر من أنحف اللابتوبات المناسبة للعب أيضاً لو نشوف كل المنافذ من الخلف خلونا نشغل اللابتوب الجهاز يدعم الكيبورد RPG Colors أيضاً من خلف الجهاز في إضاءة ومن أسفل الجهاز في شريط للإضاءة كذلك نجي لمواصفات الجهاز شكل الجهاز جذاب بالنسبة يعني حتى لو يشوفها معاك شخص ما يعتقد أنه هذا وحش للألعاب طبعاً هم مطلقين عليه سلوغان وحش من الداخل وستايل من الخارج حجم الشاشة قدامكم 15.6 بوصة FHD IPS معدل التحديث 240 هيرتز أنه زمن الاستجابة في كل ضغطة هي 1 ميلي سكند وهذا بيعطينا زمن استجابة للعب خصوصاً لألعاب الأونلاين وكثير منكم يعرف إذا كانت الاستجابة عندك أسرع من الطرف الثاني اللي أنت تتحدى ففوزك مؤكد أعلم النوب كثير طبعاً لينوفو عقدت شراكات كثيرة مع انفيديا لكروت الشاشات وأيضاً مع انتل للمعالجات وأيضاً مع ويندوز في نظام التشغيل الجهاز يجي بنظام تشغيل الويندوز 10 لما نتكلم عن المعالج فهو آخر معالج من انتل الجيل العاشر وعلى فكرة أنا أستخدم الجهاز أيضاً مو بس في اللعب أستخدمه حتى لمنتاج الفيديو لتصميم الصور كرت الشاشة أو كرت الجرافيك انفيديا ارتي اكس شركة لينوفو أضافت على تصميم الجهاز الشتر للكاميرا حتى يعطي أمان أكثر انك تقدر تغلق الكاميرا يدوياً فعندك الشتر مغلق بالإضافة إلى تقنية التبريد من لينوفو حاطين لك مراوح على جانبي الجهاز تسحب من جهة وتطلع لك الهواء الحار من جهة أخرى الرام 32 جيجا مساحة التخزين 1 تيرا عبر تقنية PCIe وأيضاً NVMe فأنت وانت تلعب ما راح تحس بأي تعليق وبأي تهنيق ورح تظهر لكم بعض اللقطات من لعب أنا دخلت في لعبة أبيكس ودخلت Call of Duty ليش إخترت هذه اللعبتين؟ لأن هذه اللعبتين تعتبر من الجرافيك العالي جداً فلو تلاحظون في مقاطع الفيديو اللي تنعرض لكم سلاسة في اللعب وتحميل الجرافيك والصور بدون أي عناء على الجهاز بطارية الجهاز تدوم إلى ثمان ساعات عندنا الصوتيات من Dolby Atoms في تفاصيل الفيديو راح أحط لكم المواصفات الكاملة لهذا الجهاز اللي يميز أجهزة اللينوفو زي ما قلت في بداية الفيديو هي الأداء العالي والخارق وأيضاً الأسعار المنافسة جداً في الأسواق وزي ما قالوا لينوفو ستايليش من الخارج ووحش من الداخل هذه أطيب تحية من محدثكم طارق الجاسر واللي أنا راح أعتمد هذا الكمبيوتر حتى يخليني أسطورة في اللعب في أمان الله